اشتركوا في القناة ان شاء الله بنعرف الفرق بينهم ثم بنتعرض الى بعض الاسئلة الخاصة بهذا الموضوع بالنسبة لدوائر التوالي الكهربائية دوائر التوالي الكهربائية بيكون في هذه الدائرة مجموعة من المقاومات متصلة على التوالي وبعرفهم ازاي ان هذه الدائرة يمر في كل جزء من اجزاءها التيار نفسه يعني مثل ما انت شايف كده ان ايه والمقاومة بيه دول كده متصلين على التوالي ليه لان التيار الخارج من المصدر ده او البطارية فالتيار الذي يدخل الى المقاومة الاولى هو نفسه التيار اللي هيمر في المقاومة التانية تمام فيعتبر هنا ده مسار واحد الى بالنسبة للتيار وطالما ان التيار بيمشي في مسار واحد اذا هذه الدائرة مقاوماتها متصلة على التوالي تمام وهتلاحظ كده ان التيار الكلي اللي طالع من البطارية هو نفسه التيار المار في المقاومة الاولى وهو نفسه ايضا التيار المار في المقاومة التانية بينما فرق الجهد للمصدر او البطارية هنا بيتوزع على المقاومات يعني فرضا ان لو البطارية ديت مثلا جهدها 10 فولت تمام فهذا العشرة فولت يتوزعوا على المقاوماتين دول فنفرض مثلا ان المقاومة الاولى مثلا تاخد 6 فولت والمقاومة الاخرى تاخد كام 4 فولت فاذا انا اعتبر فرق الجهد الكلي هيساوي فرق الجهد الاول زائد فرق الجهد اللي هي التاني فان فرق الجهد هو ايه بيتوزع بينما ان التيار نفسه وهو ثابت وده الفرق بينها وبين الدائرة التوازي زي ان شاء الله هنشوف تمام طيب بالنسبة للمقاومة المكافئة للمقاومات المتوصلة على التوالي قانونها بيساوي يا شباب ان الارض هيساوي مجموع المقاومات اذا طالما انك تشوف ان الدائرة الكهربائية لات امامك موصلة مقاوماتها كلها على التوالي اذا المقاومة المكافئة بتساوي مجموع هذه المقاومات طيب فلنفرض لو كان المقاومات كلها متساوية فاذا الارض مكافئة مش هتجمع كل مقاومات ولكن هتعمل ايه هتضرب عدد المقاومات اللي هو الان ضرب قيمة المقاومة الواحدة فلنفرض انده مثلا معك خمس مقاومات مقاومة الواحدة فيهم باثنين قوم فإذا يعتبر المقاومة المكافئة خمسة ضرب الاثنين يعني عدد ضرب القيمة الواحدة يعني بعشرة قوم تمام لاحظ كده أيضا زي ما تكلمنا أن التيار في جميع المقاومات هو نفسه ويساوي التيار المار في المقاومة المكافئة وعند القطاع التيار عن إحدى المقاومات أكيد بينقطع عن باقي المقاومات لأنه يعتبر دلوقت الدائرة أصبحت دائرة مفتوحة تمام وفرق الجهد المصدر زي ما تكلمنا أنه يتوزع على باقي المقاومات يعني فرق الجهد المصدر هيساوي فرق الجهد على المقاومة الأولى زائد فرق الجهد على المقاومة الثانية زائد فرق الجهد على المقاومة الثالثة تمام زي ما أنت شايف كده ده تلت مقاومات متصلة على التوالي آدي R1 وR2 وR3 لاحظ كده أن التيار هو نفسه التيار المار في المقاومات الثالثة كلهم واحد تمام بينما فرق الجهد هو بيتوزع على كل هذه المقامات ده بالنسبة للمقامات المتصلة على التوالي طيب بالنسبة لدوار التوازي أو تسمى دوائر التفرع تسمى دوار التفرع أو تسمى المسارات ليه؟ لأن هذه الدوائر بتحتوي على مسارات متعددة للتيار زي ما انت شايف كده أن التيار هيطلع كده من المصدر فالتيار هنا هيجد ليه تلات مسارات هذه مسار ثم مسار آخر ثم مسار ثالث فطالما التيار هيمشي في كذا مسار أو عدة مسارات إذن على طول ده المقامات ده متصلة على التوازي طيب بالنسبة للتوصيل التوازي هتلاحظ أن التيار التيار الكل بيتوزع على المقامات التلاتة اللي أمامك فلنفرض مثلا أن التيار مثلا كان 6 أمبير فهتلاحظ مثلا المقامة الأولى تاخد كام مثلا ثلاثة المقامة التانية مثلا تاخد اتنين والمقاومة الأخيرة مثلا تقض كام واحد هتجمع تلاقي كلهم يسوي كام يسوي 6 أي أن التيار الكلي هيساوي التيار المرفي للمقاومة الأولى زاد التيار المرفي للمقاومة الثانية زاد التيار المرفي للمقاومة الثالث بينما فرق الجهد للمصدر هو نفسه فرق الجهد للمقاومة الأولى هو نفسه فرق الجهد للتانية هو نفسه فرق الجهد للتالث أي أن فرق الجهد ثابت على كل المقاومات المتصلة على التوازي تمام؟ وده الفرق بينها وبين دائرة التوالي طيب بالنسبة للمقاومة المكفأة للمقاومات المتوصلة على التوازين زي ما انت شايف كده لو أنا معي عدة مقاومات متصلة على التوازي إذن المقاومة المكفأة ليهم ده خانونها شباب بيريت نعرفه إن 1 على R مكفأة يعني مقلوب المقاومة المكفأة هيساوي مجموع مقلوبات المقاومات اللي معاك أي أن 1 على R مكفأة هيساوي 1 على R1 زاد 1 زاد على R2 زائد واحد على ار ثلاثة وهكذا. طيب لو لديك كل المقاومات كلها متساوية اذا نشتغل بهذا القانون. طيب ار مكافأة هتساوي قيمة المقاومة الوحدة على العدد. ده امتى لما يكون كل المقاومات متساوية. طيب انت لو لديك مقاومتين فقط لغير سو متساويتين او غير متساويتين فالر مكافأة ليهم هيساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. ده لما يكون معاك مقاومتين فقط. تاني لما يكون عندنا مقاومتين فقط. يبقى متواصنة على التوازي. فان الار مكافأة بتاعتهم هتساوي ضربهم على جمعهم. انما لما يكون عدة مقاومات وكلهم المقاومات كلها متساوية. يبقى هيساوي قيمة الوحدة على العدد. تمام? ده يعني حلول سريعة لاجادة المقاومة المكافأة للتوازي. تمام? لاحظ كده ايضا زما تكلمنا ان التيار الكلي بيتوزع على كل المقاومات. بينما ان فرق الجهد نفسه سابت على كل المقاومات. تمام? طيب. بالنسبة للدوائر الكهربائية المركبة. الدوائر الكهربائية المركبة هذه الدائرة بتحتوي على نوعية التوصيل. يعني هتلاحظ كده تجد ان طالما في الدائرة التي امامك فيه مجموعة من المقاومات متصلة توالي ومجموعة اخرى من المقاومات متصلة توازي. اذا دي تسمى دائرة كهربائية مركبة. وان شاء الله بنشوف بعض الاسئلة الخاصة بهذا الموضوع. اول سؤال لدينا شباب عند توصيل عدة مقاومات على التوازي. تكون المقاومة المكافأة يترى اكبر من اكبرها? ولا تساوي اكبرها? ولا تساوي اصغرها? ولا اصغر من اصغر? تمام? طيب. لحظ كده ان المقاومات متصلة على التوازي. تمام? طيب. بالنسبة لقوانين المقاومات متصلة على التوازي. احنا قلنا ان لو انت معك عدة مقاومات متصلة على التوازي. فان مقلوب المقاومة المكافأة هيساوي مقلوب مجموع مقلوبات المقاومات تمام ومن هذا القانون هتلاحظ ان الار مكافأة هتطلع دايما مقاومة صغيرة يبقى انت لو معك مقاومات كبيرة عايز تحصل منهم على مقاومة مكافأة صغيرة مباشرة يتم توصيلهم على التوازي وهتكون المقاومة المكافأة دايما المقاومة المكافأة للتوازي دايما بتكون اصغر من اصغر مقاومة موجودة عندك فلنفرض أنت مثلا معك ثلاث مقاومات مقاومة اثنين قوم مقاومة ثلاثة قوم مقاومة اربعة قوم كلهم يتصل على التوازي فإن مقاومة المكافئة ليهم لازم تطلع أصغر من الاتنين يعني أصغر حياتيا كم اتنين وثلاثة وarبع يبال ما تحسب هتلاحظ أن المقاومة المكافئة ايها يجب أن يطلع أقل من الاتنين تمامRY فلما يكون عندك مقاومات على التوازي فالمقاومة المكافئة بتكون أصغر من أصغر مقاومة موجودة إيه معك طيب السؤال الآخر مقاومتان متصلتان على التوازي قيمتهم كام 6 أوم و 3 أوم فتكون المقاومة المكافأة لهم كام طبعا أنا قلت لك القانون لما يكون معك مقاومتين على التوازي يا ترى تعمل إيه مباشرة ضربوهم على جمعه تمام يطلع لك كام يطلع اثنين ضربوهم كام 3 ضرب الستة بـ 18 و 3 زائد الستة بكام بـ 9 يبقى 18 تقسيم التسعة بكام بـ 8 إذن اتعلم كلا لما يكون معك مقاومتين فقط على التوازي إذن مباشرة المقاومة المكافأة ليهم ضرب المقاومتين دول على حاصل الضرب على حاصل الجمع تمام طيب نشوف السؤال الآخر فهذا الشكل احسب قيمة المقاومة المكافأ بين النقطتين طيب يا شباب لحظة أن هذه الدائرة هل هي دائرة توالي ولا دائرة توازي ولا تسمى دائرة مركبة أكيد هي دائرة مركبة ليه دائرة مركبة؟ لأنها تبقى فيها نوعية التوصيل لاحظ كده أن المقاومة دي اتنين قوم اتنين قوم لتنين دول مع بعض توازي تمام؟ وهم لتنين دول مع بعض مع المقاومة ثلاثة يعتبروا توالي فإذن هذه الدائرة تحتوي على نوعية التوصيل إذن مباشرة دية شباب هتكون دائرة مركبة طيب أنا عايز أحصل على المقاومة مركبة أولاً هات مدموع لتنين دول طيب لتنين دول يا شباب يطرى المتصن على توالي ولا توازي؟ لا أعز جداً أنه التيار هيتفرع في هذه المقاومات يبقى إذن هذه المقاومات توازي ثلاث جداً يطرد من أن يكون الدول على المقاومات لا تنمون لا تنين صدرات جدماً أصري الآن جد واج Une ر مكافأ يساوي ر على إن يعني 2 على كم على 2 بواحد قوم إذن مجموع المقامتين دول بكم بواحد طيب واحد المقاومة دي مجموعهم واحد متصلة مع مين مع التلاتة ديت كم توالي خلاص والمقاومة المكافأ للتوالي كم هي مجموع الاتنين إذن 3 زائد واحد هيساوي كم هيساوي 4 قوم ثاني كده شباب سريعا المقاومة 2 قوم والمقاومة 2 قوم مع بعض توازي تمام فمجموعهم كم مجموعهم واحد قوم لمجموعهم واحد قوم اللي هو طالما الاتنين دول زي بعض مقاومتين متصلاتين توازي ومتساويتين إذن هيساوي ر على إن يعني الر باتنين والعدد بتاعهم مقاومتين فقط يعني 2 على 2 بواحد إذن مجموع الاتنين دول واحد قوم خلاص واحد قوم هتجمع على التلاتة قوم ليه لإن التلاتة قوم مع واحد قوم دي اعتبروا توالي إذن مجموعهم كم أربعة قوم تمام طيب السؤال الاخر مقاومتان مقدار كل منهما كام معك اثنين اوم ومتصين على التوازي تمام فاذا تم توصيلهم على التوالي فان المقاومة المكافئة يطارت الضعف كم مرة هل خمسة من عشرة مرة ولا واحد ونص مرة ولا مرتين ولا اربع مرات يعني فكر في هذا السؤال كده ان شاء الله هتجاوبوه انت لديك المقاومتين كام اثنين اوم طيب اثنين اوم دول متواصين على كام متواصين اصلا لنوع التواصيل توازي تمام طيب نوع التواصيل توازي يبقى مجموعهم كام لسه في المثال اللي السابق حسبناهم لديك مقاومتين اثنين اوم وهم توازي يبقى مجموع كام بتاعهم المقاومة المكافئة واحد اوم طالما اثنين مقاومتين وكل واحدة باثنين اوم يبقى اذا قيمت الواحدة على العدد يعني اثنين على اثنين بواحد بواحد اوم فيعتبر مقومتين دول وهم تصل مع بعض على التوازي قيمتهم واحد قوم طب لما توصلهم توالي يا ترى مجموعهم كام طبعا في التوالي بنجمع اتنين واثنين كام اربعة يبقى اذا المقومتين دول وهم توازي محصلتهم كام واحد قوم وهم توالي محصلتهم كام اربعة قوم اذا من واحد لاربعة تضعف كم مرة اكيد طبعا اربعة مرات تمام يعني سؤال ان شاء الله سهل ان شاء الله نفوش اي مشكلة تمام طيب كده يكون ان شاء الله خلصنا هذا الجزء كده سراعا ان شاء الله اتمنى من الله عز وجل ان كنتوا يستفدتم منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة